الأمين جمعة من ليبيا مساء الخير بين نوبة ابتهاج وهجمة اكتئاب عدما تشتد الهجمة النوبة أي أوهام تحاصر الأمين جمعة مهدي منتظر أنا الولي الصالح أنا شخصية عظيمة تشعر أنه أنا شخصية في هجمة لاوس في هجمة لاوس تخشي أن المهدي منتظر في شخصية محددة بتوهم أنك أنت هي المهدي المنتظر الولي الصالح الشخصية العظيمة لما تحس أنك أنت هذا الشخص المهم أي قدرة كان يملك جيني قدرة خارقة يعني ما نتعبش ما نتعب نعم هذه القدرات تؤثر على الوظائف الغارزية التي حكي عنها الدكتور الأكل الجنس تفتح شهيتي جيني قدرات جنسية قدرات جنسية بيصير عندك علاقات متعددة أنا طبيعي ما نديش علاقات نعم أنا خجول شوية ما نديش علاقات مع الجنس الأخ نعم وكيف يعني هذا كنا نحكي عن هجمة الهوس عندما تنتقل من هجمة الهوس إلى هجمة الاكتئاب إلى نوبة الاكتئاب كيف يختلف الأمين جمعة نوبة الاكتئاب عكس الهجز الهوس إحساس وشعور رائع بالانبساط واجد مزاج 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 وهجمة الاكتئاب وهجمة الاكتئاب ضيق في الصدر والمزاج متعكر أفكار سودوية بالانتحار أفكار أفكار وأفكار أهام بالاضطهاد من الناس اضطهاد من مين من الناس من المقربين منك كلهم يعني من الناس كلهم يعني شقيقتك هون شقيقتك موجودة مساء الخير دكتور حواء أنت شقيقته للأمين عم بيقول بيحس أنه بيصير عنده نوع من اضطهاد العالم عم بيتهدوه كيف تصفي لها اللحظات اللي بيمرأ فيها الأمين وأنتو معكم بالبيت هو في مرحلة الهوص بيصير عنده بيصير يعلي الصوت تابع تلفزيون في الصباح بكي بيصير بيصرخ وفي مرحلة الاكتئاب ما بيصير لا يأكل ولا يشرب ولا بيحكي مع حدا فإحنا في البيت في مرحلة الهوص كنا عم نتحشى عم نتجنب وما كنا عم نحكي معه بس بالعكس بيصير في مرحلة الاكتئاب كنا عم لأنه ما بيأكل ولا يشرب كنا عم نوفر له الأكل اللي بيحبه كنا عم نوفره المشانيب اللي بيحبه كنا عم نتحاير عليه مشان يأكل عم نحكي معه مشان نوفر له مناخه بأي ظروف بيصير عدواني الأمين كان لما تجي مرحلة الهوص كان بس عدواني كان تتلخص بأنه بس عم بيصرخ عم بيأخذ الكتب لأنه كان بيحب يطلع بيحب يقرأ كتير كان بيأخذ منها حتى الكتب الدراسية اللي كنا عم ندرس فيها بس وما كنا نقدر أنه نجي نأخذها منه بيصير في خوف من خيك أم خوف على خيك في حالات في لحظات العدائية الأول سنتين كان بيصير في خوف منه لأنه ما كانت صورها واضحة وما كانت الناس عم تحكي تقول أنه ممكن هذا سحر ممكن مش مرض ممكن مش عافة شو ما كنا بنعرف شو هالمرض بس بعدين صارت الصعادية كنا عم نعرف أنه هذه مرحلة هواس هذه مرحلة اكتئاب كنتوا تخافوا منه أم تخافوا عليه كنا من الاثنين في البداية كنا عم نخاف منه بس بعد سنتين وبعد ما تشخص وبعد ما عرفنا قلية المرض كنا صرنا عم نخاف عليه كنا ما نخلي إلى وحده ما ما نخلي طلع إلى وحده لما بيروح لازم حدا يروح معه نسأله من فرجله أنه إحنا مهتمين فيه أنه أهم شيء بالدنيا صحته ما دخلنا بكلام الناس قلت عن كلام الناس يعني وحكي الناس شو كان يقولوا الناس كانوا فيه هو من العائلة المقرب الأفراد العائلة المقربين لنا عمامي وأخوالي كان عم بيقولوا لا هذا سحر هذا مستحيل يكون مرض أنه ما في كان عندنا مرض هيك في العائلة وكان إشي جديد علينا يعني بس بعدين والناس الثانية ما كانت يجي لعننا لأنه لما كانوا يعرفوا أنه عندنا مريض نفسي بالبيت ما كانوا يجيوا لعننا وإحنا كمان في أول سنتين ما كنا إذا أحدا مننا أصدقائي كان عم يطلب أنه يجي عنا بالبيت كنت عم متحاشى أنه عم بختلع أعزار أنه ما يجي لعننا بالبيت مشان ما يكتشف أنه عندي أخ مريض نفسي بس بعدين صار إشي عادي تعودتوا مع الموضوع إلا أم قرر أم قررتوا أنه يتعالج الأمين في أي مراحل قررت أنه أنا اقتنعت أنه أنا فعلا مصاب بإضطراب نفسي وقررت أنه روح أتعالج كان قرار منك أنت أم العائلة لعب الدور لتقرر العلاج قبل كنت متقطع علاجي متقطع نترك العلاج ليه متقطع كنت ترفض العلاج يعني مانيش مبصر بنفسي مانيش مبصر بالمرض اللي فيها أنا نعم لكن في 2008 الدكتور وصف لي إباري هي علاج في نفس الوقت نعم حقا لكن علاج نعم لمدة شهر تكفيني أني نأخذ العلاج يوميا قاعد أصرف لي إباري ثلاث إباري لمدة ثلاث شهر نعم بدأت نبصر بنفسي يعني كل إبرة مفعولة شهر كل إبرة مفعولة شهر بدأت نبصر بنفسي جاتني حالة اكتئاب فقدت شهية الأكل فقدت استمتاع بالحياة خلتني نمشي للدكتور قصبا عني بروحي بمفردي نمشي للدكتور بعد أن مشيت للدكتور قال لي أنت عندك اضطراب وجداني أعراض اضطراب وجداني بيكولر ديس أوردر اللي هو الاضطراب والاضطراب الوجداني نعم اضطراب من أي القطب من هذا قبل سنتين ونصف وكيف بلش العلاج يعني العلاج كان أنت وفي المنزل أو أنت وفي داخل المستشفى العلاج لخيره نعم العلاج لخير بدأت أنا في المنزل نمشي كل شهر نمشي للعياد الدكتور مراجعة نعم يفحصني يدلي تقييم نفسي يسأل عن حالتي يعني هون شخيقتك بدأي أسأل قديت حسن الأمين على العلاج تير الو سنتين ونصف ما صار له أي انتكاسة في أول ست سنوات كان كل سنة بيصير أربع مرات ينتكاس بناخده على المستشفى بس الحمد لله لما صار مبسر بالمرض وصار عم يعرف أنه هذا مرض درجة أنه كان عم تجيه هلاوس سمعية فهلأ صرنا عم يحكي لنا أنه هلأ أنا بس مع كده وابس مع كده عم نضحك علينا مشان أنه نقل له هذا مرض مو أنت هلأ صار يقدر يميز أنه هلوسي يعرف أنه هلوسي أنا هلأ بده يجيني شعور اكتئاب أنا هلأ بده يجيني هلوسي فصارنا عم نعرف وصارنا عم نوفر له المناخ أنه ما تحوق أنه أنت خلاص صارت مبسر بالمرض فلازم تكون أحسن إن شاء الله بالشفاء العاجل أتمنى لك وشكرا لشهادتك ولجرؤتك اليوم أيضا في أحمر الخط العريض دكتور ساسين باختصار يعني البيبولر البيبولر ديس أوردر يعني الاتراب ثنائي القطب شو بتعلق شو تشخيصه باختصار قبل ما نحكي بالمحور الأخير عن العلاجات أول شيء كمان بدي أرجع عن جد حي شجاعته وشجاعت أخته تيجوا يحكوا هيك وهن يخبروا يعني أنه قدين نبزوا ومع عدوا العالم يحكوا معهم ولا يجوا عبيتهم ولا شيء الاتراب البيبولر يلي هو اتراب المزاج الصنائي الكتب مثل ما أفسر مظبوط بيمرق بحالات فيها اكتئاب شديد أو المرض اللي بيعاني منه الأمير نسبة الانتحار فيه عالية جدا يعني تقريبا بين 10-15 بالمئة يعني 1 على 10 بيموت انتحار بيحط حد لحياته وارينا أيضا دكتور يعني عذرنا عم بقاطعك ولكن أيضا أعداد الحلقة قريت أنه في نسبة كبيرة بالمجتمعات بيكونوا بيعانوا من هذا من هذا الاتراب النفسي وما بتعرف أنه تعاني من البيبولر تقالك شو وما تنقذ بالمليار تبعكم بالمحيط تبعكم بالدمان تبعكم بالشو بيز وكذا في كتير ناس وبيعملوا الأوتنج تبعهم يعني بيرجعوا بعدين بيقولوا أنه هذا لأنه مثل ما وصف كتير منيح وقت يكون بفترات عكس الاكتئاب بفترات الهياج إذا بدك الهايبر بيصير عنده جرأة لا توصف يعني فيه يطلع مسرح فيه يغني فيه يعمل اللي بده مش أنه بين صبح وعشية فترات طويلة يعني قبطة دوم أسابيع أو أشهر فيها كائابة شديدة جدا جدا انطوى عن نفس خلص يعني فقدين لكل شيء اسمه لزي أو كل شيء اسمه حب للحياة بيرجع بعدين بيجي بفترات فيه يكون مستقر بيناتها فيه يكون بسرعة ينتقل من واحدة لوحدة بيصير فيه فترة الهياج يعني تمام العكس يعني بيصير طاير ما بيعد ينام بالليل بيصير يحكي كتير بيصير يصرف مصاري بيصير بيعمل علاقات كل هالقصص هذه عكسها نهائيا بيصير أكتر اندفاعي أكتر ايه بس لا بمش بطريقة يعني حتى متل ما عم بيقول بتوصلوا لفترات فيها الوسات أو فيها هذين وبيصير عنده شعور كمان بس اللي قالوا كمان قبل انه هيدا المهدي المنتظر يعني انه هو وين والعالم وين